ودع رئيس عبدالفتاح السيسي أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في ختام زيارته لمصر وكان الزعيمان قد أجريا مباحثات قمة أكدا خلالها على حرصهما على حماية الأمن العربي المشترك وعلى ضرورة التواصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوديع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة الدولي وذلك في ختام زيارة الدولة التي أجرها لمصر والتي بحث الزعيمان خلالها سبل الدفع قدما بالعلاقات السنائية على شط الأصعيدات بالإضافة إلى مستجدات أهم قضايا العمل العربي المشترك وتطورات الإقليمية